بسم الله الرحمن الرحيم وموضوع درسنا الهمزة المتوسطة على الواو. يعني الهمزة التي تكون فوق الواو في وسط الكلمة. وتكتبوا بهذين الشكلين. اذا كانت غير متصلة واذا كانت متصلة. تكتبوا الهمزة المتوسطة على الواو. اذا كانت مضمومة وقبلها حرف مضموم مثل فؤوس اذا كانت مضمومة وقبلها حرف مفتوح مثل رؤوف. اذا كانت مضمومة وقبلها حرف ساكن مثل مرؤوس. تفاؤل. اذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مضموم مثل فؤاد. اذا كانت ساكنة وقبلها حرف مضموم مثل يؤمن. اذا تكتب الهمزة المتوسطة على الواو في خمس حالات. اذا الحالة الاولى. نلاحظ دائما حركة الهمز وحركة الحرف الذي قبلها. اذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها حرف مضموم اي قبلها ضم. اذا كانت مضمومة وقبلها ضم فانها تكتب فوق او على الواب. اذا كانت مضمومة وقبلها فتح اي قبلها حرف مفتوح تكتب على الواب. اذا كانت مضمومة وقبلها سكون يعني حرف ساكن سواء يكون الحرف ساكن سكون حي او سكون ميز فانها تكتب على الواو. اذا اذا كانت مضمومة او يعني مضمومة سواء قبلها ساكن يعني حرف ساكن سكون حي او سكون ميز فانها تكتب فوق الواو. كما في المثالين مرؤوس هنا جاءت بعد حرف ساكن سكون حي تفاؤل هنا جاءت بعد سكون يعني ميز في هذه الحالة اذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مضموم يعني مفتوحة وقبلها ضم فانها تكتب على الواو واذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها مضموم حرف مضموم او قبلها ضم فانها تكتب على الواو. اذن لكي يعني نطقن الاملاء ونكتب الكلمات يعني كتابة صحيحة. هنا نتحدث عن الهمزة هل مثلا سوف اكتب فوق الالف او فوق اليا او فوق الواو. يجب ان اركز جيدا على هذه الحالات وان اثبتها. يعني اذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها حرف مضموم او اذا كانت مضمومة وقبلها حرف مفتوح. اذا كانت مضمومة وقبلها ساكن حي او ساكن ميت اذا كانت مفتوحة وقبلها ضم اذا كانت ساكنة وقبلها ضم في هذه الحالات تكتب فوق الواو. و الى هنا نكون قد انهينا درسنا هذا و الى درس جديد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله و براكزو.